بحب التعبير ده سألوا فيه هم كانوا قصدهم يعني يوقعوا المسيح في يوحنى 8 لما قالوا له على المرأة اللي امسكة في ذا الفعل موسى بيقول فماذا تقول أنت هم عايزين يوقعوه بس التعبير ده أنا عجبني قوي بقى عندي صلوة أدخل أقول له الناس بتقول والواقع بيقول ماذا تقول أنت بتقول إيه أنا عايز اسمعك أنت سيبك من رأينا احنا بقى بتوع الكنيس وتوع الدنيا دي كلها انت شايف الأمور دي ولما بنعمل كده ربنا فأمانته بيوضح لنا الحين ويقولي الروح دي مش بتاعتي أنا والطريقة دي مش طريقتي أنا والقلب ده مش قلبي أنا والتوجه ده مش من عندي أنا زي ما قال للتلمزين لما قالوا عايزين نار تنزل وتحرق السمير قالوا من أي روح ده مش أنا ده مش قلبي اللي يعمل كده فالحقيقة مرات محتاجين نتواضع ونفتح قلوبنا ونسيب الرب يغير أفكار كتيرة طبعا أعدتنا قدام الكلمة تواجدنا في حضور الإلهي اجتماعات حية متواجدين فيها الرب بيكلمنا مرات ومرات يكلمني عن طريق نماذج أتفرج على حادتك وانت بتحرك ورب يقول لي بص تفرج تراجع عن فكرك فيه سكة تانية وكأنه يكلمني عن طريق أشخاص أو الكلمة أو في حضور الله في اجتماعات أو في خلوة الشخصية بس تنفتح السماء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة